الأستاذ خيرت رجل لا يعرف إلا العمل الطيب والسعي بين الناس بالخير خرج في إحدى الليالي بسيارته لاستقبال صديق قادم بالمطار وأثناء سيره فوجئ بشاب يقود سيارته وإذا بسيارة أخرى تخرج من أمامه فجأة فلم يستطع هذا الشاب إيقاف سيارته واصطدم بعمود للكهرباء وسالت منه الدماء أوقف الأستاذ خيرت سيارته وأسرع ليطمئن على هذا الشاب وحمد الله أنه ما زال على قيد الحياة وقبل أن يذهب في غيبوبة عرف الأستاذ خيرت من الشاب أن اسمه هادي فأخذه في سيارته وذهب بسرعة غير طبيعية وذهب إلى أول مستشفى في الطريق فحمل الشاب ودخل به وقال لموظف الاستقبال أرجوك هذه حالة طارئة ونحن بحاجة إلى طبيب رد موظف الاستقبال في هدوء هل أنت شقيقه أم أحد أقاربه وما اسمه وكم عمره قال الأستاذ خيرت إنها حالة طارئة الشاب في خطر وربما مات إن لم نصعفه قال موظف الاستقبال ببرود أنا آسف هذه البيانات تهمنا كثيرا وإذا لم تعطنا هذه البيانات لن ندخله أنت داخل مستشفى خاص قال خيرت وهو يصرخ الكلام معك لن يفيد أريد مدير المستشفى أين هو وصف موظف الاستقبال لأستاذ خيرت مكان مكتب مدير المستشفى فترك الشاب وأسرع إلى غرفة المدير وفتح الباب وقال له هناك شاب يسير منه الدم وأقول للموظف أريد طبيبا فيسألني أسئلة ليس وقتها الآن فجأ الأستاذ خيرت بالمدير يقول له الموظف معه حق كيف لنا أن نضمنك إذا لم تكن تمت للشاب بصلة كيف لنا أن نحصل على تكاليف علاجه قال الأستاذ خيرت أنا أتكفل بجميع المصاريف ولكن أرجوكم أسرع في إسعاف الشاب وأذكرك بحديث رسولنا الكريم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هيا أنزل معي لتعرف مدى خطورة الحالة قال المدير نحن آسفون لا نستطيع تقديم أي مساعدة قال الأستاذ خيرت المدير حسبي الله ونعم الوكيل ثم أسرع وأخذ الشاب إلى مستشفى حكومي وكان الوقت متأخرا والأطباء جميعهم ذهبوا ولم يبقى سوى الممرضات والممرضين وطلبت الجامعات المتدربين هناك وبعد الكشف على الشاب قرروا إجراء عملية سريعة له وطلبوا وجود ولي أمره ليوافق على إجراء العملية لأنهم ربما قاموا ببتر أحد أطرافه فبحث الأستاذ خيرت عن أوراق مع الشاب فوجد هاتفه الجوال وقام بالاتصال بآخر رقم قد طلبه هادي وكان والده فحضر الوالد والدموع تنهمر من عيونه وعندما رأى والد هادي الأستاذ خيرت فوجأ به وسأله ألست من قلت في وجهي حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا تفعل هنا قال الأستاذ خيرت في حزن أنا الذي أحضرت ابنك إلى هنا بعد أن رفضت علاجه في المستشفى الذي تملكه أيها القاسي عاد المدير بابنه إلى مستشفاه الخاص وأجرى له العملية بنفسه والدموع لم تفارقه وكم كانت دهشته عندما وجد الأستاذ خيرت يصلي ويدعو لابنه وينتظر ليطمئن عليه وكأنه شقيقه فاعتذر له الأب وارتمى في أحضانه يبكي ومنذ ذلك اليوم وتغير حال الأب حيث التزم بالصلاة وعمل الخير وقرر كل يوم إجراء عملية لمريض فقير بالمجان وكلما نظر إلى ابنه هادي بعد أن فقد قدمه اليسرى استغفر ربه وقال لو كنت أرضيت فقيرا أو علشت محتاجا ما أراني الله فيك مكروها حيث قال الرسولنا الكريم الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هادي شاب صالح بعد زواجه من فتاة ملتزمة رزقهم الله بطفلة جميلة إلا أنها كانت تحتاج لعملية في إحدى عينيها لتصبح طبيعية مثل العين الأخرى فكان هادي يدخر من راتبه بعض المال ليجمع تكلفة إجراء عملية عين ابنته الصغيرة وفي نفس الوقت كان يساهم بجزء كبير من المال في تكلفة جهاز أخته الصغراء وذلك منذ أن توفي والدهما قبل ثلاثة أعوام اقترح هادي على زوجته اقتطاع المبلغ الذي خصصه لجهاز أخته كي يستطيع إجراء العملية لابنته ولكن زوجته رفضت هذا الأمر وقالت له زفاف أختك بعد أشهر قليلة ولابد من وقوفك بجانبها أما ابنتك وكما أخبرنا الطبيب لن يحدث لها مضاعفات قبل أن تتم ست سنوات وتستطيع إجراء العملية لها بعد عامين ولا تنسى أن الله هو من يدبر الأمر وليس لنا إلا هو لقد تكفلت بأختك بعد وفاة والدك فلا تضيعها وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول اقتنع هادي بكلام زوجته ووضع كل ما معه من مال في جهاز أخته وكم كانت فرحته وهو يرى أخته سعيدة يوم زفافها وبعد أسبوع فوجئ هادي بمديره في العمل يخبره بانتقاله إلى فرع آخر بعيد من فروع الشركة وأن راتبه بذلك بدلا من أن يزيد سينقص فابتسمت زوجته وقالت له ولماذا الحزن؟ كان الله يرزقنا برزق أختك أما الآن فذهب رزقها إلى زوجها فمن الطبيعي أن يقل راتبك ابتسم هادي وفوض أمره إلى الله وقبل أن يذهب إلى مقر عمله الجديد ذهب إلى طبيب العيون المتابع لحالة ابنته وكانت المفاجآة السعيدة عندما أخبره الطبيب أن عين ابنته أصبحت طبيعية وقد زال الحاول الذي ولدت به فسجد لله شكرا الذي كافأه هو وزوجته بشفاء ابنتهما في الموعد الذي حدده سبحانه وذلك بعدما أخلص هادي وزوجته في العناية والاهتمام بالشقيقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حمزة شاب صالح عندما كان طفلا صغيرا سافر والده إلى دولة أوروبية وتزوج هناك وترك زوجته لتنفق على حمزة وأخته فأدت مهمتها على خير وجه حيث جهزت ابنتها وزوجتها ثم توفيت الأم وحمزة في الجامعة فعمل سائق تاكسي أثناء دراسته وفي أحد الأيام استوقفته سيدة تقية بعدما تعطلت سيارتها وطلبت منه توصيلها إلى الدار النسائية لتحفيظ القرآن وبعدما أوصلها مدت له يدها بالأجرة فابتسم وقال لها لقد أقسمت على عدم أخذ الأجرة من أي إنسان يذهب إلى دار تحفيظ أو مسجد أو مستشفى ولكن أسألك الدعاء لأم المتوفية واسمها فاطمة ابتسمت السيدة وطلبت منه اسمه ورقم هاتفه ثم نزلت ودخلت دار التحفيظ وأخبرت كل من بالدار بما حدث مع الشاب وطلبت من الجميع الدعاء لأمه ومن تعاطف السيدات والفتيات وإعجابهن بموقف حمزة قمنا بجمع تبرعات فيما بينهن ومن أقاربهن واشترينا ثلاجة باسم فاطمة ووضعناها بالطريق كصدقة جارية وفي كل محاضرة تلقيها السيدة الداعية التي راكبت مع حمزة تذكر قصته وبره بأمه للحاضرات فتضج القاعة بالدعاء من الحاضرات لأمه ويتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وبعد عام تخرج حمزة من الجامعة ثم فوجئ برجل ثري يأتي إليه في بيته ويطلب منه العمل معه كمحاسب في إحدى شركاته ويعرف بعد ذلك أن هذا الثري شقيق السيدة التي أوصلها لدار التحفيظ منذ أكثر من عام والتي وافقت على زواجه من ابنتها لتقواه وأمانته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون